أهلا بيكم مرة تانية ولسه مكملين فقراتنا كان المسلمون الأوائل بيستعدوا ست شهور لرمضان ويدعوا بعده ست شهور عشان ربنا يتقبل اللهم بلغنا رمضان وتقبل استعدادنا له وعملنا فيه فقرة جديدة مع الحجة نور البرنامج بيسينا الحسري وكلام في استعداد للشهر الكريم بنرحب بيكي ومنورانا ومشرفانا وبتساعدين دايما بسم الله ما شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة احنا يعني فعلا المسلمين محظوظين قوي ربنا كل شوية كده سبحانه وتعالى جل جلاله وفيد علينا من بركاته ونفحاته يعني شفنا الشهر الحرم وبعد كده شهر شعبان اللي احنا ربنا ان شاء الله يبارك لنا فيه والاحداث اللي تكلمنا عنها فيه وبعدين دلوقتي الحقيقة بنهيئ نفسينا عشان نستقبل الضيف الجميل الضيف العزيز الضيف اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه وفضله وداخل علينا الحقيقة بمكارم عظيمة جدا وفيضات من عند ربنا عظيمة يعني تخيالي هذا الشهر سبحان الله الاجر فيه مش بس مضاعف ده لو انت قلت مثلا بسم الله بسم الله دي سبع حروف تخيالي الحرف مش بعشرة ولا زي الايام المعتادة لا ده بسبعين يعني تخيالي درابي بقى شوفي الحرف مجرد بس وانت بتطبخي وانت مثلا بقى دخلة بتفتحي باب بيتك وانت مثلا ايمة عشان تلبسي شوفي الحسنات مجرد بس في هذا الشهر مبالك بقى سبحان الله من يعني من بشرياته اللي جاي بيه لاني سن النبي على طول كده كان بيستقبل هذا الشهر او وزحة دك او ما قلتي طبعا ان ست شهور قابلين ناس المسلمين بتدعين ربنا يبلغنا رمضان وبعد ما ننتهي من رمضان بيقول برضو بنبتدي ست شهر يا رب ان شاء الله عد علينا رمضان فيعني لله كمان في هذا الشهر عتقاء كل ليلة من شهر رمضان في عتقاء لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر تخيالي بقى فعلا هي شهر مكشفة ليه بقى لان اولا ابواب الجنة بتتفتح وابواب النار والعز بتتقفل وبتصفد الشياطين والجن والمرضة فما عندناش بقى اي عذر عملية مكشفة يعني بقى محدش يتلاكك قول لك هست العفريت ولا الجن ولا الشيطان ولا عوض بالله من الشيطان يا سيدي بقى في الشهر ده انت بقى في عملية مكشفة على جوانيتك شكلها ايه عشان كده من دلوقتي نبتدي بقى نصف قلوبنا من دلوقتي نبتدي نخسل كده ايه الجوانية بتاعتنا كده وننور ضمائرنا كده ونبتدي نحلي بقى تبتدي عملية صنفرة عملية توبة عملية عودة الى الله عملية استغفار طول النهار بقى والليل كده نحاول نحن نستغفر واي حد عنده يعني فيه مظلمة لاي انسان يرجع يلحق قبل رمضان يصلحه ويشوف بالضبط الردله مظلمته ويبتدي يعني يتصالح مش بس مع نفسه ومع الآخرين عشان يدخل كده رايق جميل عشان فعلا يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليه بانه فعلا يحسب من المتقين شكرا